مرتقون قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدين الكرام نحن اليوم على موعد مع قصة لشخصية وهمية أسطورية لا وجود لها في الواقع بهذا الوصف الذي وصفها به الواصفون لا يوجد لها مكان إلا في الخيال الجامح والإسرائيليات المغرقة في المبالغة والتهويل وعن طريق هذه الإسرائيليات تلقاها من حشاها في كتبه من المفسرين والقصاص وأصحاب التاريخ وأهل اللغة بل وبعض المحدثين ولا حول ولا قوة إلا بالله كان من بعض المحدثين ابن عساكر وأبي الشيخ الأصبهاني وابن المنذر تحكي تلك القصة الوهمية الكاذبة التي لا وجود لها ويقول من ألفها منذ أن خلق الله عز وجل البشر وأولهم آدم عليه السلام وبدأ القتال في الأرض وأصبح قابيل وأول من يقتل وقتل أخيه هابيل وبدأت في الأرض الفتن والشرور وارتكاب الفواحش وأصبحت الخطيئة ترتكب من البشر وبعدها أنجبت السيدة حواء عليها السلام عناق ابنة نبي الله آدم عليه السلام والتي ولدت مفردة بغير أخ وكان ذلك أمرا غير معتاد لأن حواء كانت تلد توأما ذكرا وأنثى في كل حمل لها كما ولدت عناق مشوهة الخلقة فكان لها رأسان وفي كل يد عشرة أصابع ولكل إصبع ظفران معقوفان طوال وكانت عناق كما تقول هذه الرواية المكذوبة هي أول من ارتكبت فاحشة الزنا ومارست البغاء منذ أن نزل آدم عليه السلام الأرض بل وكانت أول من مارست السحر واستعانت بالجن والشياطين وكانت الأرض في ذلك الوقت مليئة بالجن والشياطين فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه آدم عدة أسماء تحميهم من الجن والشياطين وتجبرهم على الطاعة فأعطاهم للسيدة حواء كي تكون حفظا لها من كل شر ولا تدعهم يؤذونها وبعد أن كبرت عناق ذات يوم استغلت نوم أمها وسرقت منها الكلمات واستخدمتها في السحر وإخضاع الشياطين الذين تقربوا منها ولها وكانت سببا في ضلال الكثيرين من بني آدم وأنجبت من الزن ابنها عوج وقيل اسمه عاج ابن عناق وزاد فساد عناق فدعت عليها حواء فأرسل الله عز وجل أسدا في حجم الفيل افترسها وأراح الناس منها تقول الرواية كبر ابنها عوج وتعملق ووصل حجمه حتى يوصف بأنه بلغ من الطول أنه كان إذا أراد الشرب استوقف السحاب فشرب منه وبلغ من القوة أنه كان يصيد بيده الحوت من البحر فيرفعه لعين الشمس فيشويه فيها ثم يلتهمه وكان جبارا في الأرض فخورا بقوته مفسدا وكان معمرا عاصر الطوفان وسأل النبي نوح أن يحمله معه في السفينة فزجره النبي وقال له لم أؤمر بك يا لعين فكانت مياه الطوفان تبلغ ركبتيه وكما قلنا مشاهدين الكرام فإن هذه القصة مكذوبة وأسطورية لا وقوع لها في الحقيقة ذكر ابن كثير رحمه الله يزعم بعض المفسرين أن عوج ابن عنق ويقال ابن عناق كان موجودا من قبل نوح إلى زمان موسى ويقولون كان كافرا متمردا جبارا عنيدا ويقولون كان لغير رشدة بل ولدته أمه عنق بنت آدم من زنا وأنه كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحر ويشويه في عين الشمس وأنه كان يقول لنوح وهو في السفينة ما هذه القصيعة التي لك ويستهزئ به ويذكرون أنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين زراعا وثلثا إلى غير ذلك من الهذيانات التي لولا أنها مسطرة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها لسقاطتها وركاكتها ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول أما المعقول فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله عز وجل ولد نوح لكفره وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل الإيمان ولا يهلك عوج ابن عنق وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا وكيف لا يرحم الله عز وجل منهم أحدا ويترك هذا الدعي الجبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطان المريد على ما ذكروا وأما المنقول قال الله تعالى ثم أغرقنا الآخرين وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالف لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعة ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى أنه لم يزل الخلق ينقص حتى الآن أي لم يزل الناس في نقصان في طولهم من آدم إلى يوم إخباره بذلك وهلما جر إلى يوم القيامة وهذا يقتضي أنه لم يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه فكيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين بدلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها وهم الكذبة الخونة الكفرة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وما أظن أن هذا الخبر عن عوج ابن عناق إلا اختلاقا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء ولا شك أنه لا يمكن أن يكون قد بقي من زمن نوح إلى زمن موسى عليهما السلام لأن الله تعالى يقول فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقي وقال الله عز وجل وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا قال ابن كثير رحمه الله والمقصود أن الله لم يبقي من الكافرين ديارا فكيف يزعم بعض المفسرين أن عوج ابن عنق ويقال ابن عناق كان موجودا من قبل نوح إلى زمان موسى وقال ابن القيم رحمه الله ومن الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعا أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوج ابن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء عليهم السلام فإن هؤلاء الكذبة يجترئون على هذه الأخبار فإن في هذا الحديث أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثة وأن نوحا لما خوفه الغرق قال له حملني في قصعتك هذه وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه وأنه خاض البحر فوصل إلى حجزته وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسكر موسى وأراد أن يرميهم بها فقورها الله في عنقه مثل الطوق وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره وهذا عندهم ليس من ذرية وح وقد قال الله تعالى وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّةَهُمُ الْبَاقِينَ فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض فهو من ذرية وح فلو كان لعوج هذا وجود لم يبقى بعدا وح لذا ننبه أنفسنا ومشاهدنا الكرام إلى مثل هذه الروايات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الكرام نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لكل ما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى